منذ العام 1967 وثلثة مساحتها ضبط الجولان السورية تحت الاحتلال الإسرائيلي حيث تهجر منذ ذلك الحين غالبية السكان فيما أنشئت فيها النقاط العسكرية وأبراج المراقبة والمستوطنات التي تهدد بتمس طبيعة والثقافة المنطقة في خرق واضح للاتفاقات الدولية ودون أي اعتبار للقرارات الأممية الرافضة للاعتراف بالاحتلال وفي الظل التصعيد العسكري المتزارع في الشرق الأوسط حيث حربي غزة ولبنان والتوتر الكبير مع إيران يعود اسم الجولان وجنوب غربي سوريا مرة أخرى للتداول في أرويقة المحللين العسكريين وربما السياسيين من أصحاب القرار بعد تقارير عن احتمالية شن إسرائيل توغلا بريا داخل الأراضي السورية انطلاقا من الجولان للقضاء على وجود إيران وحزب الله ومصالحهما هناك تهديدات تمثلت بتصريحات لرئيس حزب إسرائيل بيتنا أفغادور لبرمان أشار فيها لاحتلال الجزء السوري من جبل الشيخ في حال بقاء سوريا كقاعدة لوجستية لحزب الله وإيران لشن هجمات ضد إسرائيل وفق تعبيره فيما اعتبر مراقبون أن تل أبيب بإصادة إنشاء حزام أمني لإبعاد الفصائل التابعة لإيران وحزب الله ومحاصرتها وقطع خطوط الإمداد عنها ولو عدنا قليلا إلى الوراء وتحديدا من ثندلع الأزمة سوريا لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على مواقع ومراكز الفصائل التابعة لإيران في سوريا والتي وصلت مؤخرا إلى حد ضرب مناطق مهمة في قلب العاصمة دمشق وسط اكتفاء الأخيرة بالإدانة وتقديم الاحتجاجات للأمم المتحدة هو التوعد بالرد في الزمان والمكان المناسبين وهي مقولة لطالما سمعها السوريون خلال عقود من الزمن دون أن تتحقق تلويحات تل أبيب باحتلال أراضي سوريا جديدة في إظهل استمرار حربها داخل قطع غزة ولبنان قد تكون جدية أكثر من أي وقت مضى بحسب المعطيات الميدانية والجيوسياسية إثبات الجنوب السوري وتحديدا القنيطرة مرشحا لأن تكون جبهة جديدة في الفترة المقبلة على اعتبار أنها تعد من أبرز الأماكن التي تشهد انتشارا لحزب الله والفصائل التابعة لطهران وفق مراقبين وتعمد إسرائيل منذ سنوات إلى التوغل في سوريا بشكل محدود بحجة إزالة عقبات طبيعية مثل الأشجار وغيرها على مرأة دمشق التي تشهد كل شيء دون ما أي تحرك إلا أن هدفة الأبيب كان وفقا لمحللين عسكريين يهدف لإزالة كل ما يحجب الرصد عن خطوط التماس ورغم الصمت الرسمي المريب في سوريا علقت وسائل إعلام مقربة من الحكومة هناك على هذه التطورات نافية حضوث أي توغلات إسرائيلية قرب الجولان المحتل وأن ما يروج له عبر وسائل الإعلام هو محض خيال وفق تعبيرها وذلك في أعقاب تقارير أكدت دخول قوات إسرائيلية برفقة عربات مصفحة إلى أراضي زراعية بريف القنيطرة